إذن منتبعين الكرام بكاء نحيب عاويل لطم داخل مرتزقة البوليزاريو هذا ما يصفه أو تصفه هذه المشاهد المسرفة من داخل مخيمات الضل العار في تندوف للحظات أو لحظات دفن القياديين الهالكين وعناصر مرتزقة البوليزاريو الذين تم استيادهم يوم أمس من طرف الطائرات المسيرة المغربية وكما سبق وأكد وأجدد الذكر على أن من بينهم من يحمل الجنسية الجزائرية وراكم شفتوا الصورة دي البعطوش بن بطوش وهو يتفقد الجرحى في مستشفى عين النعجة في حضيرات الجزائر ونعم متابعين الكرام هذا المشاهد تصف لنا الحالة البائسة واليائسة دي المرتزقة البوليزاريو داخل مخيمة الضل العار في تندوف الذين يعيشون هم ونظام حضيرات الجزائر النكسة تلو النكسة والهزيمة تلو الهزيمة وفشل ما بعده فشل ونجدد الذكر على أنه أي مخلوق يدخل للمنطقة العازلة مصيره الهلاك والتمندير بعض المعلومات الجديدة متابعين الكرام تقول على أن عملية القصف تمت على بعد سبعمائة متر من الحدود مع حضيرات الجزائر أي أقل من كيلومتر واحد في الحدود أو مع الحدود في حضيرات الجزائر سبعمائة متر يعني يلا دخلوا للمنطقة العازلة تبندروا يلا التواني الأولى أو الدقائق الأولى لدخلوا فيها المنطقة العازلة تبندروا وهلكوا وأجدد الذكر من بينهم من يحمل الجنسية الجزائرية وهم كبار قيادي في مرتزقة البوليزاريو إذن متابعين الكرام أجدد الذكر على أن هذه المشاهد التي تشوفها الآن هي مشاهد مسربة للاحظات دفن عناصر أو قيادي مرتزقة البوليزاريو الذين تم استيادهم يوم آنس من طرف الطائرات المسيرة المغربية مع بكاء وعويل وصراخ ولطن ونحيب لعناصر مرتزقة البوليزاريو على هذه التمنديرة متابعين الكرام أراكم في فيديو قاعدة ترجمة نانسي قنقر